جيتني دعوة من شخصية مليارديرية أعطاني البروف دنيا أروح لبلاد بك وما أقصر يعني تخيل أن واحد يضيفك وما يسجلك في فندق يسكنك معه في بيت هذه قمة الضيافة والله هنا غرفته هناك وغرفتي المقابلة لها يعني تخيل يعني ويخليك في البيت ويروح آمن وهنا البي أم وهنا الروز رويس وهنا المدري ايه وهنا المدري يعني شي يعني ملياردير كلمة ملياردير بالدولار ما نقول مليونير بالدولار ملياردير بالدولار يعني المسابح حتى جبل محولوا إلى كانك في المجرات يعني شوف لمبات ولع في الليل وكانك في الليل يعني أنت قاعد على المسبح في الجاكوزي كل شغل بطاقة الشمسية يعني شي حياتي لم أرى مثل تلك الحياة الفارهة اللي يعيشها حقيقة يعني حتى يعني إذا رحنا معزومين عند واحد ثاني كان يطلع كده حاجة خشبية فيها ثلاث قوارير وسكي بس أنا معتق له خمسي سنة يقيمته ألف دولار يعني يروح بعزوم عند واحد مع الضيافة ها قلتم ألف دولار مثلا يقول هذي عاداتنا وتقاليدنا طبعا ما هو مسيحي مش مسلم فماني ما أشرح عليه في أي شي حتى أني كنت عنده في القصر غرفة من الغرف أخذ عربية ورح تقضى منها سنيكر تويكس جاليكس كل شي تخيله في الحياة في هذا المتجر داخل القصر تجي تطبخ حتى الله يزك مثلا غسلت حاجة وطح شوي تخسو تدق زر يجي كده يكمش ويفرم ويفرم ويحول هذه المادة كده يصغير ويحطها في النفاية يعني هذا قبل ممكن عشر سنوات يعني تخيل هذا الكلام قبل عشر سنوات يمكن له كل شي تقني في المطبع كل شي تتخيله تقني تضغط زر تصلح زر تطلع الشويات بالأزرار المدريش بالأزرار كل يوم أحد عنده حفلة يتجمعوا الناس عنده شويات مكلفة 100 ألف دولار 50 ألف دولار يعني شي كنا نطلع خمسة جمعة بطيلة هوليكابتر من الولايات اللي حن فيها الولايات الثانية عساس هو يحب القمار ومدريش وكده نروح اسمها نيفادة جنبنا جنب الولايات اللي حن فيها ويعني ما شاء الله يعني المهم الصدافني قال ما تسكن فيه ما كانت سكن معي في القصر عشان نشوف حياتنا وانا بغى يمكن تعجبني يمكن المهم في ليلة من الليالي الجميلة اللي يعني حن جالسين في السوال وفي السمر بطب حياتهم مختلفة عن زوجته مطلقها أولاده ما سألون عنهم يعني حياتهم تختلف عن يعني القصر الضخم هذا هو الوحد يعني عمره حول سبعين سنة فقص لي قصة حياته وقال أنا بديت من يعني من مصر هو بدأ من مصر مثلا ويقول كنت المتفوق في الجامعة جامعة القهن عربي بس جنسة أمريكا من سبعين وستين سنة يقول فا يقول كنت الأول في الدفعة في البايلوجي في مصر في جامعة القاهرة يقول يوم جه الصيفية أعطوني تذكرة أطلع لبنان تم مكافأة له النوائش الأول في الدفعة يقول طلعت لبنان واو من لي كان أطلع لبنان ذاك الزمان رجعت السنة الثانية وشاد حيلي عساسيش أطلع برضو الصيف لبنان يقول تلك الأثنان جت السفارة الأمريكية وماشاء الله يبغون طلاب يتدربون عليها عملوا مقابلات نجح الولد هذا يقول كنت أشتغل في السفارة بمعادل يمكن مية جنيه مية جنيه يعني تبر مبلغ فلكي في ذاك الزمان ويقول أروح للسفارة وارجع أداوم في الجامعة زملائي من باب الغيرة والحسد راحوا بلغوا مدير الجامعة قالوا هذا موظف السفارة ويداوم في الجامعة دي 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 يقول أستاذ عاني مدير الجامعة قالوا اختر الجامعة ولا السفارة يقول اختار السفارة يقول هذه أول خسارة في حياتي أني تركت العلم ورحت السفارة يقول يوم وصلت السفارة السعودية السفارة الأمريكية وشتغلت فيها شوية شوية جانا واحد تاجر سعودي يقول حتى حديانه جلد زي ما تشوف حديانه جلد هو يوصفها الأمريكي يقول حديانه جلد يقول الرجل لا يقرأ ولا يكتب لكني لم أرى في حياتي حتى الأمر كان ذكاء زي الذكاء الإنسان هذا كان عنده خمسة ألاف موظف يقول يديرهم وهو لا يقرأ ولا يكتب يقول من أعجب الشخص يقول أبغى أشوفه هذا يقول جاء أنا أصلح معي مقابلة جاءت الموافقة لي أعطاني خمسة ألاف ريال سعودي يقول مبلغ مجنون يعني في ذاك الزمان ويقول وافقت مباشرة شلني من يقول الخسار رقم ثانية تركت السفارة الأمريكية وجيت السعودي يقول وداني مدينة اسمها الخبر في السعودية يقول ركبت الكابرس أول مرة فيها تركب كابرس يقول شي مجنون قاعدتي يومين ثلاثة أيام أرسلوني لأنه يقول العقد معي تشغيل مستشفى جديد أتعاقد معهم لأنه في السفارة تكلام إنجليزي قال لو أصلح مقابلات وتوظف ناس في هذا المستشفى عقده مدة ستة أشهر بس يشغل ويرجع مرة ثانية يقول فقسرت السفارة عشان عقده مدة ستة أشهر قلت تصف أروح للسعودي رأت بخمسة ألاف يقول جيت وداني مدينة اسمها الأحسى يقول أحسى هذي بعد الخبر جتني صدمة يقول جامل قاهرة قاهرة زوزفلت يقول ما في زفلت كهرب ما فيه بيوتين جتني صدمة حضارية في من كرهي للجلوس في هذا المكان قررت أنه أشغل المستشفى في أسرع وقت ممكن عشان أتركه وغادر يقول خلال شهرين والمستشفى شغال ورجعت عند الرجل هذا في الشركة قال هلا وش لونك اشي قال والله شغلت على المستشفى اتفاقي معك أشغله ها أنا شغلته خلني معك قال طيب يقول اتبكت معاه بحكم أني أتكلم انجليزي أني أروح على قط شغل زي ما يقولون من شركة أرامكو بحكم أني أتكلم انجليزي وكنت في السفارة أقدر أتفاهم يقول اتبكت معاه بواحد في المئة أي عقدة أجيبه بواحد في المئة قبل أغفالك وافق لكن هذا السعودي داهي ما هو ما وافق على أعماها يقول رحت يقول خلال شهر جبت عمليتين عمولة العمليتين 150 ألف ريال سعودي العمولة بس يقول جيت العمليتين سلمته وقال واو يعني شتى يعني انت لك شهرين وهذا الشهر الثالث قال هذا أبغى حقي أبغى فلوسي قال ما لك عندي شيء عف آه ما قال انت موظف عندي واحد في المئة بعد ما انهي الميزانيات من صاف الأرباح مدري أحد فيها شبكة طويلة قال لا يلا حدت جوازي أنا بخرج لا تخرج قال بخرج لا تعطيني 150 أطلع يقول الله ما عندي إلا العشرة ألف حقراتي بشهرين يقول أنا قاعد في الحصة قد دربت ناس كده على حاجات بسيطة لقط منهم ألف عندي 11 ألف يقول طلعت المطار خلاص ما فيها يقولوا أنا في المطار لحقني هذا البدوي السمي البدوي قال لي رجع شخصان يا أخوان المصري قلت نحمد بدوي المهم يقول لي يوم جاء المطار قال له قال له رجع قال والله من يراجع لا تديني 150 ألف قال كان عنده كيس كده وطلع ربطة كان أبو خمسين بس يقول ما في خمسين يقول رماني بها يقول مسكتها كده قلت له كم دي قال خمسين قال والله من يراجع قال لي تديني 150 يا والله من يراجع يقول لك خدت الخمسين حطتها بالكيس معي في الشنطة وطلعت مصر يقول معي واحد وستين ألف خمسين وعشرة وهناك ألف يقول وصلت مصر الجامعة رفضت تستقبلني خسرت عملي في السعودية خسرت عملي في السفارة يقول الثلاث كلها راحت علي يقول قاعدت عشر أيام أنا أترنح في هذه الأشياء اتصلوا بي مباشرة اللي في السعودية قالوا الشيخ جايك يقول جاني قال لي ترجع وعطيك عشر ألف بدل خمسة عشرة قالوا والله مني راجح حتى تديني 150 قالوا والله ما تاخدها يقولوا راجح هو السعودية وأنا استمريت في مصر رحت زملانا في السفارة قلت لهم دبروا لي فيزا بس أطلع فيزا سياحية وإلى اللي والسبحان دبروا لي فيزا سياحية وطلعت إحدى الولايات الأمريكية نيويورك يقول أول ما صلت شارت سيارة وسجرت شقة بالفلوس اللي معي البسيطة هذه يقول اشتغلت هناك لمدة أربع سنوات أخذت القرين كارد بس يقول ما استفدوا ولا حاجة يقول كلهم يا من هذا الزنوج يا من اليهود اليهود ما يدفعون واندخلت حارة الزنوج ضربون يطلعوني بدون أي شيء مش هيرب بلاج يبلاج يقول مهدلت أربع سنوات عندها قررت أني أخسر أخسر رقم أربعة وأرجع لمصر يقول وأنا قدري في المطار جاهز عفشي كذا لقى بني واحد قال في ولاية جديدة اسمها كاليفورنيا في الغرب وروح تجرب حظك ومدريش وكذا قال توكلت على أنا قصدي في القصة هذه شوف التحطم الأول ما نحط الثاني ما تحطم الثلاث ما تحطم الرابع ما تحطم يعني كل ما وجهته صدمة رجع بأقوى منها يقول مشت كاليفورنيا قاعدت خمسة أيام بالسيارة أنا ماشي من شرق أمريكا حتى غرب أمريكا وصلت هناك يقول فعلا السوق يعني عجيب ما هو السوق عهدي السوق عجيب يقول أمريكا فيها سرق فيها مدريش يقول أنا ما وصلت سعجرة لشقة ثلاث ورف أخذت غرفة وأجرت غرفتين من باب التوفير هو داهية يقول كل ما حصلت لدولار دولارين كنت شاق المرتبة اللي من وراء شاقها من النص كل ما حصلت فلوس حطيتها في العسس لا كنت شاق المرتبة اللي من وراء شاقها من النص كل ما حصلت فلوس حطيتها في العسس لا حطها في البنك الضريب 40% أبغى أوفر الضرائب ذكي هو يقول والله اشتغلت خلال سنة طلعت قيمة سيارة مرتين مرتين في التأجير يوصل مشاوير ويطلع تكسي يقول هو يقول أنا دائم يقول أنا مشؤوم يقول فجأة جتني البيتة الحلوة ومع خطيبهم قالوا ودنا نفادة نفادة يقول أعطوني مبلغ عشر أضعاف اللي أخذوا في المشوار العادي قلت يلا وركبهم ورحت نفادة يقول وصلت نفادة طلع سكين ونزلني من السيارة يقول أخذوا ساعتي أخذوا حذياني أخذوا محفظتي أخذوا السيارة وخلوني واقف ورحوا يقول قاعدت واقف كده يقول ما هم السيارة هم المرتبة اللي وراء اللي فيها وقفت سيارة وركبت ما عندي ولا حاجة رجعت الشقة اللي أنا فيها في كليفورنيا مسكت زملائي اللي هناك المصريين أخذت منهم فلوس أعطيت رأى التاكسي يقول قاعدت يوم أبكي أو يومين بعدين قلت النفسي البو كذا شبي ينفع ما ينفع ولا حاجة يلا نزل السوق يقول 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 زملائي المصريين قلت هات 2500 دولار وانت 2500 دولار وأنا بشغلي وجهدي 2500 دولار ونفتح مطعم في مدينة جديدة اسمها هلوود حقة الفن فتتحب جديدة خلنا نجرب حظ يقول لقينا مطعم قفل أخذنا تقبيل واشتغلت أنا طباخ في المطعم يعني شوف كيف كل هذا الظروف ومع ذلك مصر يقول اشتغلت أول شهر زباين ما فيه مطعم جنبي شغال وهذا شغال وأنا ما حد يجيني يقول قلت لازم أعمل دراسة السوق أنا صحوني صغار ما حد يجيني يقول كشفت الغلطة رحت رميت الصحون شرت صحون كبار وبدأت أحط رز وقطعة لحمة وإذا راحل هذا نلضفت ورجعت بس سهن ويلا اللي بعده يقول ما جاء شهر الاثنين المصريين طباخين معي ومعنا أربع مكسيكيين يقدمون الطلبات خلال شهر واحد صار الشغل مجنون في المطعم أي والله يقول شوي يلا جانا واحد كوري طوله كده يقول طوله زي كده قال يلا طلعوا باخذ مطعم ماها يقول طلبت مئتين ألف دولار يقول هو عليه بكم متفهات بس يقول لأنه صار شغال قال لا تاخذ مئة وخمسين تطلع قلت يلا يقول واخدت مئة وخمسين دولار في شهرين مئة وخمسين ألف دولار عطيت هذا خمسين عطيت هذا خمسين وحطت في جيبي خمسين هم قالوا نفتح مطعم جديد قالوا والله ما عاد أشارك أحد ولا عاد أفتح مطعم يقول رحت بديت أفكر في شغل يختلف عن هذا الشغل تماما بدأت في شغلة البترول اللي هي محطات البنزين استجلت محطة بنزين في الولاية وبدأت أشتغل في محطات البنزين يقولوا مشى الحال معايا ونفس الفكرة الفرعونية معايا هناك الضريبة ما فيه ما عندي حساب بنكي كنت أجمع الفلوس يقولوا استطعت خلال سنة أني أبني وأتزوجي لأمريكية يقولوا والله أني حاط الخزنة تحت سرير النوم حتى زوجتي ما تعرفين فيه خزنة وكل يوم يرمي في الخزنة هذه مبالغ مالية يقول استمريت في الشغلة هذه جاني الولد الأول والولد الثاني والولد الثالث البنت الثالثة حتى المدة عشر سنوات السنة العاشرة كان عندي 23 محطة وحوالي 24 تريلا نقليات امتلك تمبراطور حطوا نسبكتر مفتش يتابع الضرائب واكتشفوا أنه يتهرم من الضرائب ومسكوا قالوا أنت خلال سنة جاءت كده وايت وجاءت كده وعندك كده موظف وعندك كده وما عندك حسابات بنكي وتقول كده وتقول كده وتقول كده وأنهم اكتشفوا أنه يتهرم الضرائب طال عليه ملايين الملايين من الدولارات الضرائب إيش أصالح إيش أصالح قالوا أعلن فلاسك أعلن فلاس اعلان الفلاس في امريكا معناه كل املاكوا تروح للدولة يقول شالوا المحطات كلها وشالوا التريلات كلها والحرمة زعلت خاصن تريلات وطلقتها يقول جا حظي اني طلقتها يقول ليش قال عندني اذا طلقت وعندك فلوس تاخذ نص يقول طلقته انا مبلس طلعت ببلاش وتربوا مع خلانهم يقول راحوا عندي خلانهم يقول في تلك اللحظة فتحت الخزنة لقيت فيها مئات الملايين موجودة فقررت اني أبدأ كان شال الكاش تحتي يقول في تلك اللحظة راح تشريت لأرض كبيرة وسط المدينة وبديت أبني برج ضخم خلاص بدت العقار معد أبغى هذا بنجيبه مربع وش السال فهه عايش رجله عايش ايو والله عايش هذا اللي بغنجيبه ايه عايش رجله والله وفعلا يقول بنيت البرج ويقول ما عدت ربي البنوك ما عندي حساب بنكي أصلا ويقول شديت البرج شدة غير عادية وخلصت يقول ما عدت جاتني شركة اسمها وولمارت وولمارت استعدر الدور الأرضي تبغى زي العثيم سوبر ماركت سوبر ماركت كبير يقول جو شافو قالوا أنه هو سكرت قزاز بس وبنستعجر منك الموقع يقول أنا خلاص مفلس ما عادي عندي شي أنا أنتظر بس يستعجرون عشان أعاوب يقول يوم اتفقت معهم على أنه خلاص بس أركب السكرت يجون يقول جاء زلزال مدة دقيقتين في الولاية اللي حنا فيها لم تبقى عمارة واقفة يقول قاسة مبلين هدت كل عمار الولاية منها عمارتي يقول إن جنيت تحويشتي يقول إيش هاد تبلي سرقة مع عشرة هاد يقول شاعر و جعلت تخسر ثم تخسر حتى أن أصبحت في فن الخسارة مرجع والله نصر هذا مرجع هذا مهم يقول من سدة النكبة بمبكيت يوم يومين بعد نعيش يقول بنك ما بيسلفني الولاية كلها منهارة يقول رحت المافيا عصابانك اسمنا المافيا قسمنا بالله يقول طويلت معهم قرد 250 ألف دولار 250 ألف دولار يقول بس أبغى نظف المكان يقول عنده ما عند المافيا عطني كفيل ما عطني قاله بعد سنة ترجعه ب40% فائدة ولا أخذنا راسك هذي 200 ألف يقول عطوني 250 ألف يقول رحت جبت شيئا ونظفت الحديد جبته على جنب الأشياء جبته على جنب النوافذ المدري إيش بنيت عصر الدكاكين بسقف هنقر وركبت الحديد خلال شهر ومبنائي واقف يقول تلك اللحظة جاء التلفزيون CNN والقنوات أول أمريكي في الولاية هذه تعافى بسرعة ويكون مكانه جاهز للتشغيل يقول والله ما انتهى اللقاء لكل الشركات عليك كده وأجر من 100 100 100 100 ألف دولار الفتحة إلا ما في لنا ما في لنا كل الشركات يقول خلصنا بمليون ريال عقد على طول يقول أخذت المليون رحت تسدد 400 ألف دولار للمافيا بالفوائد حقه تأسس رقبتي تسلا يقول واروح أنزل هذا الموقع للبيع لأنه يقول أنا عرف الناس بيبنون وبيطلعون من محلاتي بخسر أنا عقد مدة سنة معه يقول وبيعوا مبلغ ضخط وأخذ المبلغ ثم أعود للمربع رقم واحد الخسارات لني رجعت أدرس من جديد في جامعة أمريكية ورجعت بايولوجي من جديد وأدرس بكاليريوس أربع ومادستير ثلاث ودكتورة أربع وأخلص وأبدأ بحوث في النباتات واستخرجات الأدوية واستخرجت مجموعة من الأدوية سجلتها باسمي والآن عنده شركة للأدوية تثمن بأكثر من مليار دولار شركته أنا زرت في الشركة كنت أروح تصنيعه وزوره فقل له يا ساتر لا يجي حاجة يشيلها عليك من جديد تقول خسارة لخير فهذه واحدة من اللي أنا أحط أرف على العقال الحقيقة يعني أنه مهما حصل لا تنهزل النجاح بعد